مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة بلي ماسك انك ما تعودتوا في كل يوم عنا اخبار واحداث جديدة متنوعة بمضوع اليوم مش نحكيه على ضيف الذي ألغي من برنامج وحش الشاشة سبب تدوين تخياري حول حادث باريس قناة التسعة تلغي بث الحلقة وهكذا كانت تعليق سامير الوفي على الليسار أعلنت قناة التسعة عشية اليوم عدم بث الحوار الذي أجري يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020 مع النائب راشد الخياري في برنامج وحش الشاشة المبرمج للبث يوم الأحد 18 اكتوبر الجيري وقالت القناة أن ذلك يأتي التزام بما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي وبالدور الموكل للإعلام في معاذة المجهود الوطني للتصدي للإرهاب والتطرف وتمسكا بمبدأ أن لا حيادة مع الإرهاب وباعتبار التعهد القذائي من قبل النياب العمومية في قضية التدوينة التي نشرها النائب المستقل راشد الغنوشي كما تعرفوا شنوى صار بالضبط في فرنسا في الأستاذ الفرنسي اللي قدم صورة الرسول عليه الصلاة والسلام في شكل كاريكاتور ريتو شنوى صار بالضبط من قبل الطالب هوني كيف كيف راشد الخياري قال اللي صار ميجي شو حاب التدوينة لكن أعتبروها اللي هي تشجع أو تطالب بتدخل الإرهاب هوني عليه الغاوة معناتها من الحصص في القناوات التلفزية الكل كيف كيف معناتها في برنامج هيدا مسجل منعات وقناة التاسعة أنه يتبث مع حكمة عليه الهايكا وقانونين ممنوع أنه راشد الخياري يظهر مرة أخرى في القناة نواصله من جانبه أكد مقدم البرنامج سامير الوافي أن تدوينة الخياري تتعارض مع الحرب الوطنية الشاملة ضد الإرهاب وأن قرار عدم البث يأتي حفاظا على الخط التحريري للقناة معادي لكل خطاب إرهابي والمنخرط في الحرب على الإرهاب تنظيرا وتنفيذا أوضح سامير الوافي في تدوينة له على الفيسبوك أنه سيتم الاكتفاء ببث التحقيق والحوار مع التحيط حادث كوشكا اسبيتلا حتى لنتعصف على حقوقهم في التعبير والمراعات لحضورهم وحديثهم بحرقاء ومرارة الله يرحمه مسيك وعن الفجعة والمظلمة التي تعرضوا لها وهو جزء مهم من الحلقة ستجاهدونه في نفس موعد بث البرنامج كان البرنامج بشي يتلغى نهائيا بسبب رشد الخياري لكن هوني قرروا أنهم يبثوا الجزء الخاص بالعائلة اللي توفى بوهم في عملية تسبيتلا تتعال هدم اللي تحالي الكوشكا لا يرحمه ينعمه وربي صبر عائلته وقرر سمير الوافي بشي بث فقط جزء من اللقاء اللي خاص بالعائلة هذه اللي كان اللقاء مع رشد الخياري تلغى نهائيا واعتبر سمير الوافي أن التركيز على تدوينة رشد الخياري فقط هو تعتيم على حقيقة أخرى أكبر وأخطر ويكفي أنه تابع التفاعل مع تدوينته لنفهم أنه ليس وحده كما تعرفوا أنه معناتها نازل تدوينه رشد الخياري وقال أنه معناتها اللي صار هذا في فعلة الكاريكاتور حاجة خيبة وموسيقى للإسلام والديانتنا والمعتقداتنا والرسل والرسول خاصة عليه صلاة والسلام بوهن هوني اعتبروها أنه يحرض على معناتها دخول للإرهاب وكل يذك عليش معناتها تدخلوا بقوات الأمن وهزوا وبعد التدوينة بالضبط مروا عليه قنوات الكل أخذوا الإشراءات اللازمة هوني نقول لك الرب يدي مخلاقك هوا مناجموش نحكمو بحاجة أخرى ما تنسوا لايك الفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باي باي